تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة مساء أمس الأحد من توقيف قاصر يبلغ من العمر 13 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي واستعمال العنف وكان المشتبه فيه قد أقدم في رفقة أشخاص آخرين على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام بمدينة طنجة وهي موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهم مساء أمس الأحد وقد تم إخضاع القاصر المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية